أستاذ نجم أولا لن يتنازل الإطار عن المالكي هذا أخذها من عندي وأنا بلقاءاتي الخاصة مع قيادات إطارية مهمة والقرار واضح عدهم أن التنازل عن المالكي والتخلي عن المالكي سيذهب بهم ضعفاء إلى التيار الصدري وبالتالي لن يحققوا الأساس في رؤيتهم هم الرؤية الأساسية ورؤيتهم ماضحة حتى لو كنا نختلف معهم هم رؤيتهم ماضحة يقولون أنه يجب أن تتشكل الكتلة الكبرى من الشيعة باعتبار أن الأساس الذي بني عليه هذا النظام السياسي منذ 2005 حتى هذه اللحظة هو أن تتفق الشيعة كلهم على شخصية رئيس الوزراء ومن ثم بعد ذلك تتفق الكرد والسنة على رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ونحن طبعا أنا وياك والأستاذ باسم كنا ضد هذا الأساس بس هو هذا الواقع ترجمة نانسي قنقر